يا مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي انت بتشوفني فيك كوبات القهوة بتاعتك ايوه الصديق وتعالى وريك الفيديو ده من اهم الفيديوهات اللي ممكن تفيدك بحياتك لازم تتفرج عليه علشان هيساها لحياتك اليومية بشكل رهيب وزي ما انتم شايفين الشخص ده جاي بقطعتين من الخشب وزابت مقسم على بعض بالزبط بعد كده جاب قطعة من جنزير مودسك ودبسة معاهم بشكل هندسي فرافه انا مش عارف هو عمل كده ليه بس الاختراع ده اكيد له لازم الاختراع اللي بعده بقى هتجيب حتة من حبل دبارة وتلفها على سلك الشاحن او تلفها على الحتة المقطوعة عندك بالزبط وبعد كده هتجيب لازق قوي وتلزقه وتشوف النتيجة بس النتيجة هتكون مرضية لحضرتك جدا واكيد الفكرة ده هتنجح معاك وما فيش حد مننا عنده شاحن وبيتقطعش لو عندك شاحن قوم جربها دلوقتي بس بعد ما تضغط لايك وصالسكرايب للقناة والنتيجة هترضيك ومش هتخليك تروح تشتري شاحن جديد الفكرة اللي بعد كده لو عندك قلم رصاص واتكسر منك تقدر تجيب نص الخط التاني اللي انت سبته من سلك الشاحن تجيب برضو نفس اللازق القوي تزبط كسر القلم على بعضه وتلف عليه الخط بشكل كويس وبعد كده تنزل عليهم باللاسق والنتيجة دي هترضيك بشكل رهيب وعشان تتأكد من كلامي شوف هو هيعمل ايه بالزبط هيحط القلم في حاجة قوية تمسكها ويعلق فيها حاجات تقيلة زي الشاكوش او المطرعة مش هتكسر القلم بسهولة بس هتكسر منه اول ما يخبطه جامد والنتيجة دي مرضية جدا لأي حد اتمنى لو عندك قلم وتكسر منك تجرب الطريقة دي لان الطريقة دي جديدة واترضي كل الناس تابع الفيديو ونشوف الفيديو اللي بعده هيقول لنا ايه هنا بقى لو عندك مسمار الراس بتاعته اتاكلت خالص وعايز تفكه ضروري هتعمل ايه تجيب المفك بتاعك وتحط المفك في المسمار وتجيب شوية ملح صغيرين مع اللاسة القوي برضه واول ما تحط الملح على المسمار تجيب اللاسك وتنزله عليه شوية بشوية وبكده يبقى انت عملت سن جديد لها قل من دقيقة وهتلاقي راس المسمار رجعت جديدة تاني بعد ما كانت بايزة واقدر اقول لك مبروك المسمار رجع جديد لو الفيديو عجبك اتمنى تعمل اشتراك للقناة ولايك وشير علشان تشوفني كتير ويسالا